اشترالين دجاجين مقطعين لأربع قطعين لدينا ربع كوب عصير ليمون ربع كوب جبنة فيتا نصف كوب زيتون أسود ربع كوب زيت زيتون ربع كوب روزماري ثوم و بابريكا زهتر أخضر ناشف كملح وفلفل طيب ليش؟ آه تمام يالا ليش؟ أول إشي عنا منجيب الجاج بعد ما ننظفه قد نطلع عليك ولا أطلع هنا؟ لا أطلع على كاميرتك بعد ما نجيب الجاج وننظفه ونغسله منقطحه لأربع قطاع طبعا منعمل الخلطة اللي هي حكيناهم المواد اللي حكيناهم اللي هم الفيتا وزيت الزيتون والليمون والبابريكا والروزمري هاي طبعا اختياري والزعتر الأخضر أو ناشف كله على بريق الخلاط بحطهم بخلطهم كلهم مع بعض بنقع الدجاج فيهم آه ها ها أنا خلطيتهم ومخلصة تبتاني ما عليش نقول الخلطة؟ آه الخلطة عنا في جبنة الفيتا إذا حطيت الجبن البيضة النابلس هي الأشي ما بزبط آه هم اليونانيين دايما شغالين وبعدين بتعطيناك هالالجاج بطريقة مش طبعية وفي عنا زيتون أسود منزو عنا وطبعا في عنا زيت زيتون في عنا ليمون في عنا ملح وفلفل في عنا بابريكا آه ايش كمان؟ في عنا الريز مريه هاد اختياري تقدر تحطي اوه حطتي زيت آه زيت زيتون آه كل دا في الخلطة كل دا في الخلطة كل في الخلطة آه كل في الخلطة حطيتو تمام وجاهز الجاج عند نضيفه جاهز كمان وطبعا ملح وفلفل وكل وملح وفلفل آي وحكين هلا الخلطة عندي جاهزة إن شاء الله بحطها عليها على الأساس أنقعها لا يقل عن ست ساعات وكل ما نقعتيها أكتر يعني بالليل بالليل بيكون أفضل أفضل حتى يعني مرات بخليها يعني ليلة ونص يعني كمان بحسها بتطلع كتير أسكى قلت علي فبنقعها فيها على الأساس يعني تشرب الخلطة تشرب الخلطة مزبوط مزبوط بحطها فيها إن شاء الله بعد ما أغطسها فيها مزبوط بجيب النيلون إن شاء الله أقبولك هاي بجنبي خلاص خليك هيا هيا بالنيلون اللي بنغطيها مزبوط مزبوط ده شوفي إزاي أنا بحب الأرزي لأنه خلينا نوري بس الناس إنه بس يا دعوب بنعمل كده استني بس دقيقة هاي ولا هيا حولتي تفضل على طول بيتقطع معانا ماشي هتجمدت هذي يال لأنه هو بيلزق كويس باكدغ بيضلوا لا يقيل عن ست ساعات بعد ست ساعات بجيب الخلطة هاي الجاج بجيب صنية الفرن بحطه بصنية الفرن وبشغل الفرن لغاية 180 درجة بدها من ساعة شغطيش على الحامي الأول؟ أول إشي بحمل الفرن بعدين؟ بدها أول عشر دقايق على الحامي أه أعلى حاجة أيوة أول عشر دقايق بعدين بوط الغاز على 180 بخليها من ساعة وربع لساعة ونص ممتاز بتكون مية مية بحمل الوش كمان وبقدمه بعدين هاي ها عندي جاهزة ورجيكي إياها تمام يعني اريد الواتي عالتلاجة يعني اريد الواتي عالتلاجة أيوة يا عايني اشتركوا في القناة